اشتركوا في القناة اليومي عليكم بالعافية طبعا أول شيء بداية أسبوع سعيد يا رب علينا وعليكم إن شاء الله تكون بداية أسبوع تجبلنا الأخبار الحلوة وتكون أسبوعنا كلها بإذن الله جميل ومميز طبعا برنامج دراما برنامج عليكم بالعافية طبعا نقدم لكم فيها الأطباق المميزة اليوم طبقنا مميز وخفيف جدا وحتى يمكن الأشخاص اللي يحبوا الدايت ويهتموا في نفسهم من ناحية الدايت فاليوم حلقتنا مميزة مع الشيف تركي التميمي ياهلا ومرحبا تركي ياهلا ومرحبا ومسهلا حياك الله وحيا الله أخواننا المشاهدين ومشاهدات ومثل ما قالت اختيمنا أطباقنا اليوم صحية ودايت طبعا منورنا وأطباقك فعلا باين عليها جدا خفيفة وسهلة يعني ما تحتاج لها أي حاجة قبل أن ندخل في طبقنا بس نحب أن نطلحنا وإياكم نشوف مواقع التواصل الاجتماعي اللي من خلالها أكيد يسعدنا تواصلكم اشتركوا في القناة ورجعنا لكم من جديد مع طبقنا لليوم شايفيش مجهز لنا اليوم والله الطبق الأول عندنا شيش طاوك راح نبدأ بالخطوات مباشرة عشان نضيق الوقت وعندنا كذا طبق لازم نخلصهم في الوقت المحدد عندنا نصف كيلو تقريبا أصدور دجاج مقطعة بالشكل هذا راح نضيف عليها نصف ملعقة فلفل أحمر طبعا نرجع نقول البهارات في النهاية حسب الرغبة يعني اللي ما يحب الفلفل مثلا ممكن نستغني عنه أطباقنا اليوم مناسبة لأصحاب الدايت والريجيم وبشكل عام هي أطباق قليلة السعرات الحرارية نحط نصف ملعقة كركم نصف ملعقة كمون وتقريبا عندنا هلبة زبادي نعم الطريقة سهلة جدا وبإمكان أي واحد مبتدئ أن يسويها حتى وقت سريع جدا بس تقريبا أنه أغلب الأشياء التي تكون متبلة ومشويا نستخدم فيها الثوم البصرة شوفك ما استخدمت فيها الثوم صحيح هي مثل ما قلت الأشياء هذه حسب الرغبة وكلما عفوا كلما نقعنا مثلا التتبيل هذه مع الدجاج أو مع المكونات هذه كلما كان أفضل يعني نقعها مثلا ساعتين أو على الأقل قبله بليلة وحدة فيطلع الطعام متجانس أكثر دائما نقول أنه أطباقنا إذا كاننا بطبقنا فعلا الطبق يتشرب المواد دائما نحطها ونحطها في علبة ونحطها في الثلاجة ونقوم مثلا يوم يطلع الطعم أو أقلد صحيح نحن الآن على افتراض أن خلصنا التتبيل ونقعناها مثلا لمدة ليلة كاملة سنشكها بالأعواد أعواد الشوي متوفرة في أغلب محلات الشوي ومحلات السوبر ماركت سنغرزها بشكل هذا بسم الله بسم الله طب إيش اللي أنت من ناحية الدجاج إيش الشي اللي تحس أنك أنت عشان تختار الدجاج يجب أن تكون يعني دجاج نوعية معينة نعم بصراحة يعني كل ما كان الدجاج طازج فهو بالتأكيد أفضل وأنا عادة أفضل أروح لللحام أو محلات الدواجن أطلب منه دجاجة كاملة بالعظم وأخلي خليها لي من العظم ومن الجلد ويقطعها لي أوصال يعني لمن يكون معها فخذ شوي مخلوط مع أسطور الدجاج راح يكون أطعم إحنا الآن شكينا قطع الدجاج إحنا شكينا قطع الدجاج في العود بس نضغطها ضغط خفيف كذا طبعا المقادير موجودة على الشاشة مقادير جدا سهلة وبسيطة وموجودة في البيت نحطها في الصينية بالطريقة هذه طبعا زي ما ذكرت أنه فعلا لازم أهم حاجة أنه دائما عشان نعطي لطبقنا نكهة مميزة نخليها في الثلاجة نقدر نخليها يوم مثلا من الليل ونقوم نسويها ثاني يوم نقدر نخليها كثير ساعة لين بس اللهم تتشرب التتبيلة فعلا لإدجاج أو كان السمك أو اللحم أو أي حاجة وبالمناسبة يعني الشيش طاوك يعني ممكن نسوي أو نخليه يستوي بكذا طريقة ممكن على الجمر ممكن بالفرن ممكن على الفرن على الغاز على الصاج ففي كل الحالات يعني ممكنة طب في ناس يستخدموا فيها الزيت نعم هل أنت تنصح أنه فعلا أنه مثلا بعض الأحيان يستخدموا زيت فعلا 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 بصراحة بالنسبة لي أفضل أنه يكون في الفرن أو على الصاج نكون ماسحين التاول غير لاصقة ماسحينها بشوي زيت فبتكون أفضل يعني نحن على افتراض حطينا العبيناها بالشيش طاوك وكطع الدجاج راح ندخلها الفرن لكن نظرا لضيق الوقت يعني نجهز لنا الطبق الآن نعم نعم نجهز لنا الطبق على افتراض أننا نخليها في الفرن الآن شوي فراح نبدأ معكم بالطبق الثاني الطبق الثاني راح نسوي تورينا الطبق بعد أن تجهز لنا ايو طي هذا الطبق الشيش طاوك بعد ما طلع من الفرن حمرناه بالشكل هذا على الوجهين يعني من نشب الشعلة العلوية لمدة عشر دقائق بعدين نقلبه على الوجه الثاني لمدة عشر دقائق ثانية ونضيف معه شوي باقدونس وشوي بصل ونحط معه شوي سماق كذا وصحتين هي السلطة هذه حيث أنه لازمها السماق لازم حاجة مهمة ايش الطبق الثاني اللي مجهز لنا الطبق الثاني اختمناه المتبل بذنجان والمعروف أن المتبل عادة هو قليل السعرات الحرارية فيناسب أصحاب الرجيم والدايت بالإضافة إلى طعمه اللذيذ يعني ورح أوريكم الآن الخطوات حق المتبل اختيارك البذنجان ايش يكون بالنسبة لك أنت؟ طبعاً ما ظهرها الخارجية تكون فيها لمعة كذا وما يكون فيها نتوءات وهم شيء البذرة من جوه ما تكون موجودة يعني صحيح والأفضل أنها تكون بدون بذور لأنها تعطي مرارة صحيح البذور عادة تعطي مرارة احنا خذينا البذنجان وحقناه في الفرن لمدة حوالي نص ساعة أو حتى ما تذبل بالشكل هذا لما تكون ذبلانة بالشكل هذا فمعنات أنها وصلت إلى درجة الاستواء التي نقدر نسوي منها المتبل 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 فبعد كذا ما أدري إذا الصورة واضحة راح نزيل القشر بالطريقة هذه المتبل برضو نرجع ونقول أنها يتميز بسهولة إعدادة أو تصليحة يعني فنزيل القشر بالطريقة هذه في ناس يستخدم البتنجان الأبيض هل أنت تأيدهم فكرة أنهم يستخدم البتنجان الأبيض؟ والله لا أنا بالنسبة لي أفضل البتنجان الأسود الذي نحن متعودين عليه سبحان الله فيه طعم أكثر يعني تأسين غني بالطعم إحنا حطينا الآن حطينا الآن البتنجان راح نضيف عليه فنجال طحينة ملح 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 نرجع نقول برضو حسب الرغبة يعني وممكن أننا ما نحط ملح أبداً ونستعيض عنه بالليمون طبعاً في ناس يحبوا يستخدموا الكمون صح قولك أن الكمون مع المتبل يعطيناك كنذيبة صح صح ممكن نضيف عليه كمون لكن نرجع نقول البهارات هذه حسب الذوق وحسب الرغبة نحن الآن حطينا فنجال طحينة وفنجال عصير ليمون ورشة ملح راح نحطها في الخلاط لمدة دقيقة مو أكثر يعني بس مجرد ما تمتزج المكونات مع بعض فنكون حصلنا على القوام المطلوب ممتاز يعني طريقة سهلة وحلوة وحلو أن كنت تحطها أصلاً في الثلاجة إلينا شوي تبرد كذا ونطلع صحيح عندنا المتبل هنا بعد ما زيننا ويعني أضفنا عليه حب الرمان طبعاً معروف أن حب الرمان صديق للمتبل عادة أكيد فأضفنا عليه والزيت الزيتون بالشكل هذا وبالعافية عليكم الله يعافيك يا رب وإذا جئنا نتكلم عن الطبق الثالث الذي أنتم جاهزنا الطبق الثالث أختي منال هو عادة الكوكيز غالباً يكون بالدقيق الأبيض نعم عادة يكون بالدقيق الأبيض أنا فكرت شوي بحكم أن أحب الدايت وأحب الأطباق الصحية فقلت أحط معها دقيق شوفان ومعروف الشوفان بقيمة الألياف العالية وفوائد الصحية الكثيرة يعني فأضفت يعني من تجربتي أضفت كاس دقيق أسمر وكاس شوفان دقيق شوفان طبعاً شوفان يمكن البعض ما يعرف مسمى شوفان اللي هو عادة نسميها الشوربة مشهورة في رمضان نتناولها كشوربة فهي نفسها طبعاً في شركات كثيرة موجودة وأي نوع تقريباً أعتبرها كويس دائماً صدقين إذا نتكلم بشكل عام أنا كبنت أو حتى الشباب بدأوا يهتموا بفكرة أنه أنا لازم يكون أكلي صحي لازم يكون أكلي دايت صاروا هم وبعض الأحيان يتفنن يعني إن شاء الله أكبر دليل أنك أنت موجودة معانا الله يبارك في تاختي وهتم في الدايت فعلاً أنه هذه الأشياء الخفيفة التي نستخدمها نحن للدايت بدلاً من نشتري الكويكيز يكون منبرة وفيها كاربوهايدرات وفيها سعرات حرارية مرة عالية نقدر نسويها بكل بساطة مع تركيا صحيح الله يبارك فيك اختي منال يعني إحنا زي ما ذكرت اختي منال الأطباق يعني نحاول قدر الإمكان أن نخلي بعض مكوناتها على الأقل صحية يعني لو ما قدرنا مثلاً نلغي السكر ممكن نلغي الدقيق الأبيض نحط بدالة شوفان طب لو السكر أنت ذكرت حاجة مرة حلوة السكر هذا لو بدالة مثلاً استخدمنا سكر الدايت نعم في سكر دايت معين ينصحوا فيه أن هذا السكر مرة كويس وتكون حتى الحلاوة يعني إذا جئنا نتكلم عن السكر حتى حلاوة السكر موجودة فيها نعم صحيح شوفي أنا بالنسبة لي وبحكم قراءتي يعني وأنه غالباً الدايت الموجود السكر الموجود الذي يعتبر دايت أنه غير مجدي بمعنى الكلمة على سبيل المثال يعني هو أساس الوصفة كاس كامل سكر لكن أنا حطيت معها ربع كاس وأضفنا زودنا عليها الفنيلية شوي مع قطع شوكولاتة عشان تعطي لكها حلوة يعني وبصراحة اللي يبغى الأكل الصحي ويحب الأكل الصحي راح يتنازل شوي عن بعض الطعام يعني لكن أنا بالنسبة لي أنا أشوف من تجربتي هذه أن الكوكيز طالع طعم لذيذ جداً يعني ممتاز نبدأ نعجلها سواء أكيد أنت الآن تبدأ تشتغل فيها وأطلع إحنا وياكم أعزائي المشاهدين نشوف الطبق وهو جاهز طبعاً هم جاهزها لنا بس أنا ما عندي صبر ليبدأ هو يشتغل فيها وحنا نشوف الطبق سواء بالعافية عليكم أختيار يلا أنت تبدأ تجاهزين الطبق أنا راح أذكر المقادير في البداية إحنا معنا كاس شوفان حطه في الطبق معنا كاس دقيق أسمر ربع كاس سكر طبعاً يريد الكاميرا تأخذ الكوكيز بالشكل النهائي أنا مستعجل أنا أخذ اللي أحبها وأجربها أشوفها هل هي كويسة أو لا كيف الحلاوة حقتها صحتين الله وعندنا ربع ربع أصبع زبدة الأصبع طبعاً معروف اللي هو أصغر حجم أنا حطيت ربع أصبع زبدة وعندنا تقريباً نصف نجال زيت زيتون زيت زيتون نعم نصف نجال زيت زيتون وهو أساس الوصفة ثلاث بيضات بس أنا بصراحة خليتها بيضتين بس يعني أنا حاولت قدر الإمكان أن يقلل عدد السعرات الحرارية رح نضيف الخليط بالشكل هذا بعد كده طبعاً المقادير مثل ما قلنا لكم كاس دقيق أسمر وكاس شوفان على فكرة شوفان نطحنه بطاحونة القهوة العادية أشوفها ناعمة أو بطاحونة ممكن حتى لو خلاط الطماط ممكن يعني بطريقة معينة كده لو تعاملنا معه ممكن أن يؤدي نفس الغرض ذكرنا الدقيق الأسمر والشوفان والبيض بيضتين وربع كاس سكر طبعاً مقادير الكوكيز طهر معنا على الشاشة بيكوربونة سودية معروفة طبعاً البيكن بودر ملعقة طبعاً قطع الشوكولاتة هذه سوف نجعلها في الأخير سوف أوريكم طريقتها الآن نعجل المكونات الآن بشكل هذا طبعاً الطبق هذا مثل ما قلت لكم أن الشوفان يتميز أنه من أفضل عشرة أغذية موجودة بحكم احتماء على الألياف بحكم أنه غني بالألياف وغني بالفيتامين الكاليسيوم حتى كثيراً الدايت المهتمين في الدايت نلاحظهم أن الشوفان يستخدموا في كل شيء صحيح طب ليش أنت عشان ما تشذوب الشوكولات أخليها آخر شيء أيها بالضبط الشوكولاتة أنا أفضل طبعاً فيها البعض يحطها يخلطها مع المكونات نفسها لكن لما تخلطها مع المكونات تقريباً شبه تضيع لكن أنا أفضل أني أحط كتازين أفضل أني أحطها عشان أعرف الكمية المحضوطة وكم سعر حرارية راح تكون فيها بدل ما أخلطها كابلة طب ماذا تعرف أن عجينتك جاهزة؟ تمتزج المكونات كلها ما سيكون فيها دقيق ما سيكون فيها شيء سائل بالشكل هذا شكراً يعني جداً طريقتها ساهلة أو بسيطة وما تحتاج شيء أبداً حتى المبتدئين أو عفواً على افتراض ما يعرفون يطبخون أو حتى الأخوان المبتعثين والمبتعثات يعني طريقة جداً سهلة طيب على افتراض أننا سوينا الحين راح نشكلها بالشكل هذا لاحظوا أنها راح تنتفخ بعد ما نحطها بالفرن راح تضاعف شوي فقدر الإمكان أنا أفضل أنها تكون صغيرة راح نحطها بالشكل هذا وبعدين هي تنتفخ شوي راح تنتفخ شوي راح تنتفخ شوي صحيح يعني إحنا مثلاً نتحكم في عدد الكميات الآن حطيتنا هنا أربع لكن لو كنا خلطناها مع نفس العجينة ممكن يجي قطعة فيها ست ممكن يجي فيها ثمان فأنا أفضل أن يكون العدد معروف تعرفوا ما أحلى ما في الموضوع يعني عجبتني بصراحة أنه نقدر نسويها ونحطها بعلبة نقدر نقدمها في أي وقت وجداً طريقة سهلة وما تحتاج لها وقت أبداً أو كسناك يعني بصراحة في السفر يعني بدل الواحد ما يأخذ يوقف في سوبرماركت أو بقالة يعني يأخذ معه سناك صحي ومفيد في نفس الوقت سواء لا أو للأطفال اللي معه طبعاً أنا أكيد أنك الصينية تحاول أنك أنت تتمدها بشوية زيت لا نحن نحط زيت أختيماناً نحط ورق حق الفرن ورق معروف طبعاً في المحلات سنقصها ونحطها في الصينية ونصف عليه البسكوت بالطريقة هذه وأنا جهز لكم عشان ضيق الوقت جهز لكم الطبق استسمحين لي شوي طبعاً هذه هي موجودة معنا الكيز وأنت مجهز بالفرن أيو نعم صحي طبعاً يا سلام جهز لنا الطبق يعني بصراحة أحس أنها طريقة جداً سهلة وبسيطة وتقدر تسويها أي ست بيت يعني حتى الشباب اللي يحبوا الحين طيحين بالشوفان صحيح فعشان البروتين والأشياء هذه طبعاً جداً طريقة سهلة وحلوة وتقدر أنها تكون متخزة معنا في الثلاجة متى ما يغى إذا يطلعها؟ طبعاً بعد ما طلعنا من الفرن راح تكون النتيجة بالشكل هذا في نقطة مهمة بالنسبة للفرن لدخول الفرن ما يكون الفرن حامي أبداً لو كان الفرن حامي راح يحترق نحطه من تحت نار هادية لمدة حوالي 6 دقائق أو على حسب درجة حرارة الفرن ممتاز هناك نقطة مهمة أن الكوكيز ما يتحمل حتى بالشكل هذا حتى هنا أحس أنه زائد شوي يعني لو كان أقل من كده برضو يكون أفضل يعني إحنا نطلع من الفرن وهو ما زال طري ما ننتظر إلى أن يكون قاسي إذا كان قاسي خلاص راح يكون عفن زي الشابورة ممتاز طبعاً أحلما في الموضوع يعني أن الشيف مجهز لنا الطبق ومجهز لنا القهوة العربية يعني معاها يعني مكملها بأحلى قهوة طيب أوكي الشيف قل لي إنت شو مجهز لنا إن شاء الله الطبق الثاني الطبق الثاني أنا مجهز لكم برضو سلطة أعفاً جرجير بالرمان يعني ما أحتاج أقول لكم بالنسبة لفوائد الجرجير الكالسيوم والورقيات وهو برضو أكيد مفيد لأصحاب الرجيم والدايت فأطباقنا زي ما ذكرنا لكم شيش طاوك ومتبل بعد نجان وكوكيز بالشوفان والدقيق الأسمر وسلطة جرجير بالرمان طيب معناها لك إذا شيف أنت تشير لنا الزيت وتقرب الصحن علشان نشوفها سوا طبعاً طبقنا الحين جاهز يعطيك ألف عافية يعني إذا جلنا نتكلم عن الطبق جداً خفيف مشوي باتنجان مشوي إذا نتكلم عن الجرجير وفوائده وفوق هذا كل الجرجير مع الرمان بالنسبة للرمان ودمس الرمان مع بعض يعني صراحة نغم غير طبيعي والكوكيز واحد ما في الموضوع عن الكوكيز عملنا بزيت زيتون والشوفان يعني جداً خفيفة وبسيطة يعطيك العافية الله يعافيك يرى شو نطلع المقادير الجرجير وش أشياء نستخدمهم طبعاً المقادير سنأخذ حزمة جرجير طبعاً نغسلها أو ننقعها بموية وخل إذا لم نتوفر خل عندنا نقعها بملح يعني عشان تكون الجراثيم أو أي شيء فيه عالق يكون يموت ويكون خالي من أي مثلاً مبيد حشري أو إذا كان فيه قطعها متوسطة الحجم زي ما عندنا هنا نضيف عليها زيت زيتون وشوية ملح ونصف عصير ليمونة وشوية زيت زيتون والعافية عليكم الله يعافيك رمان يستخدمونه دائماً حتى في الدايت لأنه نسبة السكر تكون قليلة يعني ما شاء الله اللي جبت لنا الورقيات بجميع أشكالها إذا جينا نتكلم عن الورقيات إن كان الجرجير وإن كان الخس وإن كان النعناع والبقدونس هذه الأشياء اللي دائماً يستخدموها أصحاب الدايت اللي يحبوا دائماً يهتموا بأطلالتهم وجسمهم يعني ما شاء الله الحين خلاص الكل صار يهتم دائماً دائماً مدام أنه واحد يبغي يأكل يقولك مدام أني أنا بأكل لا أكل الأشياء المفيدة اللي تفيد جسمي يعني أنا ما أنا قادر أمسك نفسي طيب ليش أنا ما أبدلها بأشياء فعلاً مفيدة لي زي ما ذكرت زيتون يعني حاجة جداً مهمة عندك الشوفان نستخدم بدال الدقيق الأبيض الدقيق الأسمر صحيح صحيح وحتى الدقيق الأسمر لما يكون دقيق عضوي يعني من مثلاً محل معروف راح يكون بالتأكيد أفضل يعني فيها أماكن معينة تبيع دقيق عضوي بالتأكيد راح يكون أفضل من حتى لو استخدمنا الدقيق العادي يعني وطبعاً زي ما ذكرت أن الأمتبل ما حبت أنك تكثر فيه كثير الطحين عساس أنها ما تخرب حتى أو تضيع نكهة البتنجان صحيح لا ولا تزيدها بسعرات الحرارية تكون السعرات الحرارية حقتها قليلة طب أنت الطحين يعني نحن دائماً إذا جئنا نشتري أو مثلاً إذا جئنا نسوي الطحين نلاقي أنه في زيت صحيح هل الزيت هذا أنا أشيله أفضل؟ نعم أنا بالنسبة لي بصراحة أشيل أنت لما تخلين العلبة حقت الطحين لما تشترينا السوق وتخلينها مثلاً خلنا نقول أسبوع أو يومين تفتحينها تجدين في طبقة الزيت أنت تتخلصين من الزيت هذا أفضل عشان تكون أقل من السعرات الحرارية لأن الطعم رح يكون مركز بالشكل هذا تركي يعطيك ألف عافية شكراً للطبق اليوم يعني يجد ريجيم يعني للي بغير ريجيم يتابع معنا تركي وحيشوف أفضل الأطبق الله يعافيك أختي أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا نشوفكم بكراً إن شاء الله بإذن الله بنفس الموعد وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكراً للمشاهدين اشتركوا في القناة ありがとうございました المترجم للقناة